بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد وير في زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهد لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الصلاة ربنا تكترون تقديم